أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة قالد مجاهد أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 95 بعد خروج 15 حالة من المصابين من مستشفى العزلة من ضمنهم 4 أجانب و11 مصرياً وأوضح مجاهد أنه تم تسجيل 54 حالة إصابة جديدة جميعهم من المصريين وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقاً كما أشار إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 63 عاماً من محافظة المنوفية ذكر مجاهد أن إجمالية عدد الإصابات بالفيروس بلغ 456 حالة من ضمنهم 95 حالة تم شفاءها وخرجت من مستشفى العزل و21 حالة وفاة